لسا مكملين معاكم لكننا نروح لموضوع آخر نروح للرياضة موضوع رياضي وفقرة رياضية مبارح كان فيه مباراة مهمة جدا للنادي الأهلي قدر خلالها نحاق الفوز على نادي مصر المقصة ويعود للتربع على قمة الدوري المصري وده قبل أيام من لقاء سانداونز الجنوب أفريقي في الجولة الثالثة لدوري الأبطال الأفريقي خلينا نتكلم عن الجولة دي من الدوري واستعداد الأندية المصرية كمان لجولة دوري الأبطال الأفريقي أستاذ محمد مراد الناقض الرياضي صباح الخير عليكم نورنا في صباح الخير يا مصر صباح الخير يا جمانة صباح الخير عليك يا حمد قصنا ونصوي بنوب خير صباح الخير يا محمد يعني عاوزين نعرف منك في البداية شفت إزاي مطشة مبارح الخاص بالأهلي ومصر المقصة وتربع الأهلي من جديد على عرش الدوري المصري يعني طبعا الأهلي يحمد لهنا نتكلم عن الأهلي طبعا الأهلي رجع للمكانه الصباح مع احترام الجماعية عن دات الدور سوى قبرها من اللي بنفسه على المركز الثاني أو الزمالك صاحب المركز الثالث نعم الأهلي الحقيقة لو هنتكلم أقوى في الدور المصري كأسمال كالدك التحتياطي عنده في تين احتياطيها والاتنين بعضه ده يعني من أسيات أي فريق أنه انت طبعا يبقى عندك دكت احتياطيات قوية تضط انكذك في أي موقف وده اللي حصل مع الأهلي الفترة الأخيرة في ظل ضغط المتشاط وظل وجود أكثر من داعب دولي عندهم ضغط مبارس مع منتخب مصر سوى 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 الحمد فرشي والسنوى قبل ما يصاب أهلي ديونج الموجود في منتخب مالي محمد رغم الأداء ده احنا شفنا انتقاد لمسيماني للعيبة تحديدا مبارح شايف ده ازاي يعني الحياة هو المسيماني على طول بالفترة الأخيرة بمسير ذي الجدل يعني حتى التصرحات وحتى كلامه عن تجديد التعاقد يعني هنرجع للبذكرة تبع عمرك ما أي مجير فني ومجنادي الأهلي بيصلاع يتكلم على الأمور بالتعاقد والتجديد صحيح ولو في مشاكل جهو السرقة لوحتي تتكلم بيها تتكلم بالأسف مع يعني لما يوزي عمل حاجة حاجة البيعات الأهلي يوصف جنوبك أول من فترة فطبعا ده عامل أزمات الفترة الأخيرة طبعا آآ يعني اللعيبة شايفة اللعيبت مع المسيماني بص يعني مش أحسن حاجة حتى يعني أيام جزيز آآ كان الناس كلها عندها بصناعة بتوقع باللعيبة وبصناعة المدير الفني ما تلاقيش حد مثلا من اللعيبة يصبح ينسكت المدير الفني أو حتى بالإعلام بوحدها كان الأداة كل نتيجة يعني بتخلي أي حد يعني يصني على يصني على مانو الجزيو على اللعيب عكس المسيماني الحياة يعني رغم الفطولات الكبيرة اللي بيحققها يسين دورة بطرق أفريكا وورا بعض لكن طبعا آآ ما بصلش لصكر التماهير النادي الأهلي وإدارة النادي الأهلي يعني ويا أحمد معلوله ما أحسنى إن الأهلي قد يفكر وينهي تعاقده مع بيته المسيماني لكن الرابل اللي بيجي حق نتائج في مصراته أو أصعب عن مرشي الهدالة السعودي أعطاك لو كان حصلت نتيجة جبيرة تدبيه ضد الأهلي كنت أقول آآ إنهي التعاقد طبعا آآ ولكن الرابل بيجي في الأوقات هو مش عايز أقول إنه شفارة أو مميز لا هو مدير مجيز يعني أي مدير أهلي ينجح حقيقة حدث طيب أستاذ محمد يعني إحنا شفنا الحقيقة حاجات كتير قوي مبارح في المباراة بين الأهلي ومصر مقصة مبدئيا دفاع مصر مقصة هو الدوري ده هو الحقيقة متفاوق جدا وفي نفس الوقت شفنا عودة الشناوي وفي نفس الوقت شفنا ميكسوني تقلق بشكل الحقيقة كبير جدا عايز أعرف منك ببدئيا كده هل فكرة التدوير اللي عمله موسيماني وفكرة إنه هو اعتمد كمان على دكة البودلاء ده خفف شوية من ضغط المباراة كمان وهل ده كان سبب إنه هو نقدر يقدر الأهلي يتعامل مع الدفاع المميز لمصر مقصة وعايز أسألك كمان ميكسوني هل بدأ يعني ينخرط ويتعامل أكتر مع الفريق يعني هنبتدي بالسؤال الأخير جمعنا ميكسوني يعني رغم إنه هو ظهر مميز أو خواس جدا انبالح في مصر المقصة لكن طبعا ما خدش أو ما نالش السكت الجماهير يعني كل الناس طبعا بتتكلم أو اللي فيها مكورة إنه هو ما ينفعش نحكم على العيب في مصر واحد وفاصلتها مصر سهل زي مصر مصر المقصة اللي الحائم يعني من الفرق المتزيرة جذور الترتيب في الدور السنة دي وبيمروا بفترة صعبة أوي لكن دويس ميكسوني لا لا بكويت أه طبعا لا بكويت مبالك وجاب جنين وبنين أحسن من بعض لكن لسه رجاءت دلوقتي يعني الناس اللي اللي فيها مكورة أو كلهم قالوا لك لا ما ينفعش على مكسوني من مصر لازم نشوف مصر وثنين وثلاثة واربعة ومشارت الجاية طبعا مشارت الأهلي الجاية صعبة مع سانداون بقدارة طلقة أفريقيا والمشارت اللي جاية في الدوري فده هيبقى حكم على مكسوني وفرصة أنه خاد ثقة يعني خاد ثقة كان فقدها الفترة اللي باتت من هو ما أثبتش نفسه مهائيا بعكس بعض الصفقات اللي الأهلي تعاقد معها الفترة الأخيرة آآ عاوزة الشرنوي طبعا مكسب كبير جدا جدا أبما يكون مكسب للأهلي هو مكسب لمنتخب طبعا الشرنوي الحارس ركب واحد ومنتخب مصر آآ حتى في ظل تألق محمد أبو جبل منافسة هيكون قوية جدا جدا الفترة اللي جاية جمانة مع الشرنوي ويوجين أبو جبل على مين اللي هيكون حارس مرمى متخب مصر في مصر السنغال لكن طبعا لو الشرنوي فقدر على مستوى ورجع لمستوى اللي مغلوب عنه وعاكيد طبعا هو الحارس الأول ده مواصر حارس يعني في خصة خلو في مصر السنغال المصرين مهمين جدا في المؤهركات العالم آآ يعني ثالث حاجة خصة تدوير طبعا ده أمر أساسي في النادي الأهلي ومثلا ونادي الزمالك اللي هم عندهم ضغط مطرق وبتحدي النادي الأهلي يجب تلاجعون كاس عامل الأندية وزماركت أول فرص اللعب المنتخب عنده مستهلكة بصدر ضغط المطرق سواء الدوري أو كاس مطرق أو كاس الغط أو المنتخب فلازم يعني هو ما بيعملش تدوير يعني المسلماني ما بيعملش تدوير بمزاجه لا بيعمل تدوير مطرق وهو عنده الخماس يعني عنده وجهة نظر فيها طبعا طيب محمد خاني أسألك برضو عن الجولة دي من الدوري حقيقة أنه الدوري المراضي مختلف فيه مفاجآت فرق بتسعد ويمكن كنا بنتكلم أنه هو دوري قوي وشوفنا على فكرة فرق كمان مختلفة شايف إزاي الدوري المراضي يعني الدوري من المصر الحقيقة أنا شايفه من الدوري قوية جدا جدا يعني في الشرق الأوسط أو بالنسبة للعرب أو حتى في أفريقها يعني لو هنقارن بينه هو أقوى دوري سواء من ناحية الفرق القوية عندك الحمد لله الأهلي والتمالك وبرامد والاتحاد والمصري وحتى الإسماعي رغم مستوى المترجع للفترة الأخيرة وبيظلم الفرق الكبيرة المحلة ماشى بمستوى كويس فالأندية الشعبية ظهرة بمستوى كويس أندية الشركات حتى أو المؤسسات بيقدم مستوى كويس فدي حاجة كويسة وحاجة مميزة للدوري المصري يبقى عندك الأندية عندها خدرة مالية كبيرة ناسة عاقبة مميزة محترفة فدي حاجة برضو كمدية قوة الدوري انتظام المسابقة للفترة الأخيرة برضو كمدية قوة الدوري تروش الحياة واللي عمل البطرة الأخيرة بيضم لعيبة من أندية خارج الأهل والزمالك ده كان يحافظ قوي أول للعيبة انهم يبدو له جهد حتى وقت الأندية شكنا كيرتشار في لعيبة شكنا مصري منه لعيبة فدي حاجة مميزة ومدية قوة لبطولة الدورة الممتاز وده بصراح الكوار المصريية وده بصراح عندك منطق قوي وعندك الحمد لله ملاعب وعندك جماهير سجرة جدا وعندك فضائي مميز فده كله حاجة كويسة وميزة للقوة المصريية طبعا كان مختلف بالإيجابة الحقيقة حقيقة نتمنى أنه يستمر ويكون أفضل فترة اللي جاية ومع زيادة إن شاء الله عد الجماهير في المطشط الدورة هيكون أفضل وأفضل إن شاء الله ونشوف كرة المصريية في حفة مكانة ثانية وفي خطة ثانية وشوفنا الناس عاكت عامنا ازاي في مطشط منتخب مصر والتفاعل يعني الحقيقة مش هتلاقي حاجة يعني أو أحمد مش هتلاقي حاجة سواء فن أو اختياسة أو قصاد تتجمع الشعب المصري زي مطشط قرط القدم أو قرط القدم تحديث إن شاء الله ومنتخب أو أهلي أو أحمد حمد تعال نبعد عن الدور المصري ونروح لدور أبطال أفريقيا عندنا مواجهتين المواجهتين يعني غاية في الأهمية بنتكلم على الأهلي أمام سانداونز والزمالك أمام الوداد المغربي شايف المواجهات دي إزاي ويعني أداء الفريقين فيهم هيبقى عامل إزاي الفترة اللي جاي يعني الأهلي وصانداونز طبعا الأهلي مطالب بتحقيق الفوز بالنسبة المال إليها مطالب بتحقيق الفوز عشان موجود في الصدارة بدري بدري هو يعني الأهلي متعادل مطش وليه مطش مؤجل بالتالي مطش زي سانداونز يعني مطش مهم جدا يعني مطش على ملعبك إنت رايح لسانداونز بعد كده على ملعبه فأكيد طبعا هجبأ مطش طعب عليك في جنوب أفراسيا فبالتالي إنت مطالب تحقيق الفوز بالنسبة 90% وبعد كده 10% استعادل لكن طبعا الأفضل للتحفظ على أمالك وتبقى داخل بعصاب هذية بعد كده فلازم تفوز الزمالك الحياة الله يكون في عمجة مهيره يعني الزمالك أخذ طبعا مطشط فيهم كاتر أفضل الزمالك ما حققش في كوزر في مبارة واحدة بيقابله حظ سيء جدا جدا الفترة اللي فاتج تحديم في مطشط دورة أفراسيا ولو تبعت بمطشط أحمد يعني هتلاقي المطش الأولاني في دورة أفراسيا شايف عدم التوفيق للزمالك الفترة دي ايه السبب فيه؟ نفسي يعني أول حاجة عدم الاتقرار بالنسبة للعيبة وتحديم بعض النجوم جولتر أحمد يعني دين شرقية على أبو جابل منهم على يطاب الطريق حامل طبعا مكملين لا مش مكملين لا هيمشوا لا أجايلهم عروض من الناصر الصعودي لا أجايلهم عروض من خليج فدي طبعا معصر عليها والأزمة الكبيرة طبعا كارترون لا كارترون ماشي بعد المرش الجاي كارترون مش مكمل كارترون هيهرب كارترون فالحاجات الأزمات دي طبعا مؤثر على تفكير اللعيبة وعلى عقول اللعيبة فبالتالي ده السبب الرئيسي يعني في العمل حالة متشتيت ايه طبعا حالة شوفنا في أول مرش الداولة طبعا طبعا الزمالك مضيع خمس أو ست فرص في العرض في المرش الثاني برضو كهدف في العرض في الداية السعيد فالدنيا مع الزمالك مش متضبطة فمطش الوداد أو مطشين الوداد المرش أولاني في البرة وبعد كده في القاهرة الزمالك مطالب بنسبة سبعين في المية في المرش يعني ان هو يعني طبعا لو فاز حاجة كويسة ومناسبة جدا جدا لان برضو في الوداد نفس الأزمة اللي انت بتعاني منها وبيعاني منها نعم بالتالي هو مطالب بالفوز آآ طريبة مرش السعادة طبعا الزمالك لو فقدها هي هي وهيدخلوا بالجيم تاني لو قسر هيدخلك أداماته ومشاكل وحسابات يعني في غينة عنها دلوقت مرش القاهرة طبعا مية في المية لازم تفكير يعني لو تعادل أو خلاص كده الزمالك أقولك رسميا مبارة بطلد دورة أبطال أفريقيا ولو هنتكلم على دورة أبطال أفريقيا يا أحمد واجمانا يعني من حيث الكوة أعتقد أن أسماء الأهل اللعبت الأهل ولعبت الزمالك شاف نمها أفضل فرقتين في الكرة الأفريقية حاليا يعني رغم الزمالك والمعاناة اللي يعنيها الخطر لكن هنتكلم على العيبة للأسماء طيب محمد خنيبة أخذك ل يعني نحن نتكلم دلوقتي أهلوية وزمالكوية ومنشجع المصري ومنشجع كلنا مستنين شهر ثلاثة ومستنين مبارات مصر والسنغال ويمكن إحنا قاعدين بقى كلنا مترقبين عايز أعرف منك شايف أن هذه المباراة أو هذه المواجهة بين مصر والسنغال هم هيكونوا مبارتين شايف المواجهة دي وشايف المنتخب في فترة خلاص إحنا قربنا جدا شايفوا إزاي وشايف أي أبرز النقاط اللي المنتخب هياخدها في عين الاعتبار اللي كارلس كيروش هياخدها في عين الاعتبار الفترة الجاية يعني طبعا المرشين يا جوانج زي ما أنت قلت يوم مرش يوم 25 مارس والمرش الثاني يوم 29 25 يبقى فترة القاهرة إن شاء الله يبقى فيه ستين ألف متفرج سهيو ده خبر لدي خبر لطيف جدا فيه ستين ألف مشجع في لقاء مصر والسنغال أه ستين ألف متفرج وممكن يبقى أزة ثمانين فترة القاهرة سترة وسبعين ألف في مدارة مخصص لجمهار السنغال والباقي إن شاء الله للجمهار المصرية والحقيقة يعني نشكر الكهات المسؤولة والوزارة والتحاد الكورى إنهم يعني يوفروا العدد ده في الوقت ده حاجة جمهزة جدا إيه اللي مطلوب من أو إيه اللي مطلوب من المنتخب طبعا المرش الثاني يجب على الأل يخلص بحدث أو خلافين على الأل أه منتخب 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 منتخبات العالم مش منتخب أفريكي لأ منتخب من منتخبات العالم يعني مثلا يدم من جزاء حارس من أفضل حراس العالم مش من أفضل حراس آآ كليبالي ده من أفضل متابعين في الوقت الحالي في العالم عنده جانجري رعب باريسان جرمان آآ باريسان جرمان من أفضل ديفنترات في العالم آآ طبعا ساديو مانين من أفضل أجنحة في العالم فعنده أربعة أو خمس لعيبة من أفضل لعبة في العالم يعني ده فده منتخب قوي جدا جدا لكن طبعا ده ما يقللش من حجم منتخبنا ومن أسماء لعبهم منتخبنا عندنا الحمد لله الثالث أفضل لعبة في العالم بشكل رأس محمد صلاح اللي ماشي بمستوى قوي جدا عندنا الحمد لله الزيجي بدأ يرجع للمستوى مع العراق الدورة التركي عندنا لعبة كير جدا جدا مماذا نيني عندنا محمد شناه الحمد لله راجع عندنا في كل المراكز يعني الثلاث أوربع لعبة كويسين فان شاء الله ماتش للذهاب في صدقارة بإذن الله بإذن الله يخلص بهدفين والحيان حتى السنغال فازت علينا فوص صعب يعني كانت المواجهة كانت صعبة جدا ما كانتش سهلة على أي حال طبعا نحن نشكر حضرتك جزيل الشكر لأستاذ محمد براد النقد الرياضي نشكر حكا أستاذ محمد طبعا ونتمنى التوفيق للأهلي والزمالك في مبارياتهم القادمة في دوري أبطال إفريقيا